طيب اخر سؤال يا سيد مالك. فضل. ممكن اجلم مراتة. يا دي يا ابن ديني الكلب يا ملحد. تسلم علامك. امك جنبك يا كسومك ولا لا? امك جنبك يا ابن زاني. طب طلع صبعك منتيزك عشان تعرف تتكلم يا ابن ديني الكلب. يلا يا ابن المتناكن. يا ابن سأشتو بك يا ابن. يا ابن ديني الكلب. يا ابن ديني الكلب. يا ابن يا ابن. لا يحب الله الجهرب السوق من الخول. الا من ظالم. وكان الله سميعا عليه. ملاكش ضعب القرآن. نضف لسانك وتمضمد قبل ما تفتخدم القرآن بعد اذنك. ليه? ليه انت شايفني كنت بالحس في كصومك مسلا عشان اما اتمضمد واستنجة. كنت بالحس في كصومك يعني يا خوال. زعيم امك يا ابن المتناكة. حط علينا فيه يا كصومك. حط علينا يا ابن المتناكة. رفع الكهرباء علينا يا كصومك. فرط في ميتينيل بتاعت انا يا ابن المتناكة. شرطني في البلاد يا كصومك في كرونا. دورت على مستشفى ما ليش هتعالج يا ابن المتناكة يا خوال. انت قادي ابن المتناكة لجنة خوال متناكة شرموت يا كصومك. تصيق على حدي تاني يا ابن المرض ثاني يا خوال. ده زعيم امك يا ابن المتناك. ويعصبك كده. انا بتكلم بادب. وانت بتشتم. المستنى اعرف مين اللي موقفه ضعيف ومين اللي موقفه قوي. ده انت عاوز قولي. الشخص اللي بيلجأ للشتايم يا بهجة. وانا بقول لك جيسي عرفاني. اه ليه بتقلب الموضوع شتايم ده ضعف. يا كالزانوفا. بقى لك 8 سنين ومش عايف تشيره هتشيره بالشتايم. اه. 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 هكيله واشير كصومك بالشتايم يا كصومك. دي احلام يا بهجة. انت انت بتتواجع الرئيسي السيسي معا الشعب المصري كله. انت ايه اللي مزعلك? يا دي ابن المرة المتناكة. انت مطارد في امريكا. عايش مطارد. يا دي ابن المرة المتناكة يا خوال. ده انت بتقول انا لا مع ولا ضد يا ابن المرة المتناك. انا شايل السماعة. ايه في اليد يا ابن المتناكة لما تكلم اسمعني يا كصومة. بس انت مهان ومطروض في امريكة. يا ابن المرة المتناك. يا ابن ديني الكلب يا خوال يا معرف. لما اتكلم اسمع يا كصومة. ولما انت بتتكلم انا بسمعك يا ابن ديني الكلب يا ملحد يا متناك. انا لا معه ولا ده. بس انت بتشتم في رموس بقى رموس كصمك يا ابن المتناكة. يا ابن الجات. لحزة يا استاذ? لحزة يا استاذ. لحزة يا استاذ. ايه? نزلوا تحت. نزلوا تحت. نزلوا تحت. يا شوية شرميت يا متناكين يا خوالات يا ولاد المتناكة. لما تطلع العم بحجت. انا بسمعك يا كصمك. عم بحجت امتكلم لازم تسمعه يا ابن المتناكة. انت طالع تكرش في المتين وتمشي. ليه ما فين الحوار يا كصمك. انت طالع تقولي الزعيم السيط. والان انت بتقول علي زعيم يا كصمك يا ابن دين الكلب يا مرحض يا كافر. تعلن من ايه يا ابن دين الكلب? انت قلت علي زعيم وانا عاوزنيكو. عاوزنيكو تزعيم بتاعكم. فاتستخسروا في يا ليه? ما انا قولي يا ابن يا قصمك. على الا انا باكون كويس يا كصمك. على الان انا واكن شارب كويس يا ابني دين الكلب هنيك وكيفه. ايجامة فشخ يا باهجة والله. ايجامة فشخ. طيب. مين اللي معايا? مين اللي معايا? مين اللي معايا? ولا. ما يجي دورك هاد يا خاول هو. اه في الصف. ايجي الصمك. طب يلا يا ابني دين الكلب. يلا يا ابني دين الكلب. موفت اوديانس. موفت اوديانس يا ابني المره اللي ابن. ادو. ادو. عمك باهجت يا له. بتي عرفني بقول لك. عمك باهجت يا له. انا معك اول سنة لسه في الحربية. انت لسه في الحربية اول سنة? اه. في الصمك عليك الصم الحربية يا ابني الشرموطة. سارق الوظيفة من مين يا خاول? امك دفعت لك كام ولا مين موصلتك يا ابني المره المتناكل? افضل فاني بقول. اقول لك يا راجل انت ليه هارب من مصر? انا هارب من مصر يا كصمك طبعا. هاربان من مصر بقالي تلاتين سنة عشان انيك كصمك يا ابني المتناكل. اقول لك يا راجل انت. اتلم. اتلمي ولما اتملتش يا كصمك هتعمل ايه? رد يا ابني المتناكل. جدا انت. يعني ايه? يعني هم خلق. خلاص هتتخلق. هتتخلق? ولما تتخلق هتعمل ايه كصمك? ولا انت كنت بتمص المين يلا. كان حلق شعرته ومش مش نتيفها يا خوال. فجرح لك لسانك. كنت بتمص المين يا خوال يا ابني الشرمون. فقطعوه انهم كانوا قوما فاسقين ولاد المتناكل. كلهم دون استثناء. دون استثناء فاسقين. والفسق اشد نوعا من انواع الكفر. هو نوع من الكفر الشديد. الفاسق. يا فاسقيني يا ولاد المتناكلة. اللي بعده. بعد ازاك عم باجة. الصار الصار موجود معنا. قلو كصمك. لما يتعلم. طب ليه قلة الادب. ولا 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 يا ابني المتناكلة. احترم نفسك يا كصمك. لما اسمع يا ابن انت هو. لما ايوان خليك انا حلو. هي اخلاق المؤيدين وهذه هي اخلاق. يا يا كصمك. انت هنا يا ابني المتناكلة. هي اصول تتباحة يا كصمك. انت هنا في حضرة الشعب. شكرا على الادب. انا مؤدب غزم عنك بس انا. لا انت انسان مش مؤدب. ولا. انا فات عن صفية لما نشر صورها. يا دي ابني المرة المتناكلة يا خاول. ابوك انا مش مؤدب يا كصمك. انا محلل لي انيكك وانيك كصمك. وانيك نظامك وامك واللي اشداد لك يا ابني المتناكلة. ربنا حللي كده يا ابني المتناكلة. تقلبني على الادب? لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. الا من ظالم. وكان الله سميعا عليهمك. هتتملوك علي ايه ولا ولا ايه? هتعملو دين جديد?